موسيقى صبح الخير النشاط المزدوج الذي شهدته السلطتان التشعية والتنفيذية أمس أطلق نقاشا في عدد من صحف بيروت حول المهمات المطروحة على جدول الأعمال العام وفي طلعتها ملفاء قانون الانتخابات والنفط هذه العنوين وغيرها سأتابعها مع ضيفي الكاتب السياسي الأستاذ توني عيسى صبح الخير أستاذ عيسى صبح النور وسهلا بك أهلا بك بالطبع من موضوع الجلسة التشعية بالأمس واستكمالها اليوم ونجمة وإن كان غير مدرج على جدول الأعمال قانون الانتخاب كاريكاتور حسن بلايبل بجريدة الديلي ستار تحت عنوان الوقت ينفذ أمام قانون جديد للانتخابات ترسم ساعة منبه تكتب بعقربيها عبارة أنون جديد للانتخابات فيما يقترب العقرب الكبير من الساعة الواحدة يعني المهل تنفذ أصبحت داهمة وبدأت تضغط فعليا على المعنيين من خلال المواقف وسير الأمور بالغرف الجانبية هل نحن بصدد أنون جديد للانتخابات الساسوني؟ اللي بيشوف يعني بشكل موضوعي وبرائب هالمسار اللي صار له سنين كيف بيوصل لهون ما بيحس أنه نحن مقبلين على أنون انتخاب جديد لأنه بالفعل يعني أنه بعد عنا شهر بس لدعوة الهيئات الناخبة وما بعرف بهالشهر أنه منقدر نعمل أنون انتخابات جديد إذا بدون يعتمدوا مثلا النسبية بدأ كتير شغل بدأ شرح وبدأ الناس يتمرنوا عليا وبدأ حملة إعلامية كبيرة يعني إذا مننظر هاك كمراقبين من بعيد ما منحس أنه في ولادة أنون انتخابات جديد جديد ولكن كضالعين بالموضوع اللبناني اللي بعصة سحرية بينحل برافو هيدا هو هيدا هون إذا كان بعصة سحرية بينحل مثل ما نحلت مثلا العجية بالمعجزات يلي صارت من سنة وجاء من كم شهر يعني وجاء مثلا إنه معجزة إنه يتفي عنه جعجع معجزة إنه جعجع يأيد عنه ليصير رئيس جمهورية معجزة إنه الرئيس الحريري ويأيد كمان انتخاب الجنرال معجزة إنه الجنرال عون يجي رئيس جمهورية على رغم رفض حزب الله الداخلي أنا بعتقد بعد مكان مكان مهيئ مية بالمية لانتخاب العماد عون هل تسلسلت المعجزات المعجزة مبارح النفط ومعجزة يعني وكمان الحكومة والرئيس بره بيوافق آخر شي وبطرية قدام هالمعجزات كلها منقدر نتوقع مثل ما تفضلتي شي بموضوع معجزة معينة بأنون الانتخاب نعم بس بس بدي يعني خليكون واضحين يعني وما نتفاجأ بشي سواء كان أنون الانتخاب النسبة أو كان مختلط أو كان الأكثري أو كان يعني الموجود حالياً أنون الستين الفين وثماني بأعتقد نحن رايحين على تجديد للطبقة السياسية ما في تجديد للمجلس النيابي بس في تجديد للطبقة السياسية يعني 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 نفس الطبقة مع وجوه مختلفة أبداً ولا وجوه مختلفة أنا بأعتقد نحن راح مش راح يسترجوا يمددوا للمجلس النيابي الجديد بشكل تمديد دستوري راح يمددوله بالشكل الواقعي يعني احتيال اذا بدك نوعا ما احتيال على القانون احتيال على الدستور لانه بالمنطق القانوني بمنطق مفاهيم الحقوق انه القانون الانتخاب بيخلق لحتى هو يفتح الابواب للتغيير يفرز طبقة سياسية جديدة ولكن استاذ توني هل طبقة سياسية بالنهاية الناس عم تختارها يعني المشكلة مش بالطبقة بقدر ما هي بمكان اخر انه بالنهاية الناس ما حدا عم يجبرون يختاروا هؤلاء عم بيرجعوا يجددون لهم الثقة والولاء نعم مضبوط واكيد بالانتخابات اللي جاية على ما اعتقد انه ما رح يكون فيه خيار اخر معك حق صحيح ولذلك المسئولية هون المسئولية جدلية مسئولية الطبقة السياسية انه تتغير بس ما بيغيروها الرأي العام ما بيغيرها لانه مطبوخ الرأي العام حتى ما بيحاسبها بي ما بيحاسبها طبعا يعني لو بيحاسبها بس لنسأل سؤال يعني مثلا اللي كانوا عم بيقولوا انه انه الجنرال عون مجيئوا الى رئاسة الجمهورية مجيئ المحور الايراني ولحظة بيصفي مجيئ الجنرال عون هو دعاة الاستقرار والناس اللي كانوا مؤمنين بهون مؤمنين بهون ما بيتغيروا يعني انه ما بيسأل حتى ولا واحد الزعيم طبعه مثلا الا الاقلية الاقلية بيسألوا بيقولوا يا خي منباري حك انت قاتل حالك عبتقنعني بغير شي كيف هلأ عبدك تقنعني وبدك يعني اقتنع بالاشياء التانية بالعكس يعني تمام بيقتنع ما بيسألوا وما بيسألوا لما كانت عم قللك انه هاي كنت عبتخونني لانه انت كنت عبتخوني لانه انت لما انت غيرت رأيك صار لازم انا غير رأيك واذا قلت متل ما كانت تقول قبل بدك تخونني يعني باللبنان ما بيسألوا باعدوال العالم التالي بتستاذرولا ما بيسألوا حتى عم تكتشفي مرات حتى بالولايات المتحدة الرأي العام لما بيكونوا مغسل منيح ما بيتغير يعني كلهم توقعوا تجي مثلا كلينتون بالانتخابات كل التحليلات وكل الخبارة الكبار مكاتب الدراسات ما توقعوا يجي مثلا دونالد ترامب بس يجي دونالد ترامب خلينا ندخل بكواليس هالموضوع ومواقف الفرقائية اللي مبرح بمعالك بجريدة الجمهورية يمكن عكست رؤية طيار المستقبل لهذا الموضوع رح نصلى نعم بس النائب سامي الجميل بحسب جريدة اللواء اليوم تساءل عن سباب عدم إدراج أنون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة سؤاله إجي الجواب من الرئيس الحريري بجلسة مجلس الوزراء أنه الأولوية هي لإجراء الانتخابات وإجاء أيضا من خلال جولة الوفد وفد اللقاء ديمقراطي أولا بحسب رأيك لماذا لم يدرج هل هو عن قصد هذا الموضوع افسحا بالمجال أمام الاتفاق الطرح للنيب الجميل طرح بمطرحه صحيح عم يسأل أنه إذا كانت هذه الحكومة وهذا العهد كل شغلهم هلأ أول شي لا يعملوا انتخابات مش معقول تبلش الجلسات التشريعية بعد هلغيات كله وما تعالج الانتخابات ونحن صرنا بوقت داهم حرصا يمكن على أنجاح المساعي بسرية ما هوني بالضبط يلي قلتي بالأول بالمؤدمة لما نقلتي أنه كل شي عم بيصير تحت الطاولة مش فوق الطاولة هو بالضبط هون الشغل الشغل عم بيصير على أنون الانتخابات تحت الطاولة مش فوق الطاولة ما بدون ينشغل أنون الانتخابات بالعلن وياخد جدل وهذا يعني أول شي حرصا على أنجاحه بيبطل يمكن على نجاحه بس نجاحه بين مزدوجين نجاحه يعني أنه نوصل لنتيجة النتيجة اللي هم بدون إياها نعم بس هو بالعكس أنون الانتخاب لازم يكون متاح مفتوح قدام كل اللي بيشتغلوا بالأنون والدستور والمجتمع المدني وبيشتغلوا بأمور الديمقراطية وبالدستير ويحكوا فيه يعني ويتناقش لأنه أنون الانتخابات المطلوب أكيد أكيد لهو يعني كل الأشياء اللي عم بيطرحوا ما رح توصلنا لنتيجة لأنه آخر شي بدون يصيغوا الصيغة اللي بتجيبهم هن يعني ما رح يقبل حدا بده تجددلهم كلهم يعني بكاتفر صار محسوم أنه فيه قانون جديد لا لا مش أكيد بعده مش محسوم لا مش محسوم لأنه بالحقيقة هن عندهم هدف أنه أنه نعمل هالانتخابات هو شو اللي صار لما صارت الانتخابات البلدية ما كان بدون الطبقة السياسية حتى ما كان بده تصير الانتخابات البلدية كانت بعد بعد هالكاس ولكن كان فيه ضغط دولي نعم أنه هالجمود بالحياة الديمقراطية وانتو عم بتطلبونا بمساعدات وعم بتطلبونا بدعم استقرار لبنان على الصعيد الاقتصادي والسياسي والعسكري وكل شيء على الأقل بدكن تتجاوبوا معنا بأنه ضل فيه سورة الدولة على الأقل من بره الاستعاءات تحترم نعم عملوا الانتخابات البلدية بغصبا عنهم إلى حد ما واليوم فيه ضغط مماثل للنيابة نعم نعم بعتقد الضغط مماثل مش بس للنيابة للموضوع رئاسة الجمهورية كمان وتشكيل الحكومة يعني أنه آخر شيء مثل ما أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جوال ظريف أنه كان فيه حكة شكل من أشكال التكوية نعم كان فيه حكة تبين أنه كان فيه حكة إيراني سعودة حول أنه نعمل هذه الطبخة اللي صارت آخر شيء أنا بعتقد أنه هاي الطبخة تتضمن كمان أنه يصير فيه أنون انتخابات وانتخابات وانتخابات جولة وفد اللقاء الديمقراطي اللواء بتقول بتنفي أن يكون الرئيس عون نقلا عن مصادر طرح أي حل أو مخرج للهواجس اللي عبر عنها الوفد الجنبلاطي بصراحة ووضوح وبجرأة هل فينا نقول أنه توافق بالشكل وخلاف بالمضمون أنا بعتقد موقف نيب وليد جنبلاط موقفه بيشبه تماما موقف كلهم يعني ما حدا ما حدا بهالموضوع أحسن من حدا أو ما حدا بس يمكن الوزير جنبلاط صريح أكثر مش إنه صريح أكثر الوزير جنبلاط شو عميل ما وقعوا ما وقعوا بين الزوجان بيضة قبان أو أنه تقالة أو كفة الميزان بعده لا ما هوني القصة هو خاف على حاله لمن كان عم يلعب بين السنة والشيعة أو بين ثمانة واربعة عشر دور الوسيط نعم دور التقالة يلي آخر شي الوسيط بياخد أتعابه يعني والأستاذ وليد جنبلاط من الأيام الوجود السوري بلبنان كان عطول أنه محفوظ دوره نعم لمن صار فيه صفقة جديدة تفاهم معراب واتفاق الجديد وغيره لماذا أسميها صفقة؟ لأنه هي بفرق صفقة ما فيها نقول تسوية؟ ما بعتقد التسوية مش هيك بتكون التسوية فرق كبير بين الصفقة والتسوية التسوية بتتم على أسس بالأساس فيها خطة وحدة نهج واحد وبيتم فيها كل الناس بقدموا فيها تنازلات أنا بعتقد هوني مش هيك صايرة هوني في صفقة نرجع منرجع خلينا بس للي ما يريده وليد جنبلاط أستاذ وليد جنبلاط خاف أنه المسيحي الجديد القوي القوي يلعب الدور يلي هو كان عاب يلعبه قبل نعم يفقد هيدا الدور إذا فقد هيدا الدور بيخسره بالمشاريع بالنفط وبالنفايات بخاف من المسيحي القوي أمن التوافق المسيحي السنة بيخاف من أنه يلعب المسيحي الدور يلي هو كان بده يلعبه بالنص بين الشيعة والسنة إذا فقد هالمطرح ما قاعد عنده شيء لأنه هن بالفعل يعني الطائفة الدرزية الكريمة هي طائفة أقلية مثل قدرهم الكاتوليك في لبنان بيخافوا على حالهم أنه نحن هالدور التاريخي للعبناء بتاريخ لبنان والسنائية المسيحية الدرزية وغيره بلحظة معينة بسبب اتفاق بظرف معين نخسره الأستاذ وليد جنبلات قرر التصعيد لا يفرض دوره يرجع بالمعادلة هلأ هذا الوفد عم بيعمل اللقاءات لمحاولة إحياء هذا الدور وبعتقد أنه رح يعطويه رح يعطويه الرئيس الحريري بحسب ما اعتبرت بمقالك مبارح قلت أنه يريد الأفضلية بالنسبة إليه لقانون الستين لأن النسبية تقود لنتائج معاكسة لتوجهاته بداخل الطائفة السنية ويراهن على أن حزب الله لن يتبنى قانون انتخاب معادي للمستقبل لماذا خرجت بهذا الاستنتاج؟ يعني حزب الله بأكتر من مفصل سابق بالسياسة ما حافظ على مصالح الرئيس الحريري حزب الله بعدة مراحل بالتكتيك مش بالستراتيجية بالتعاطي مع الموضوع السني بلبنان بفترات معينة قرر اعتبر أنه مواجهة التيار المستقبل بتناسبه لضرب قيادة سنية قوية وعندها لأن القيادة الحريرية هي التيار السني الوحيد الذي يسود لبنان من أقصاه إلى أقصاه بينما الآخرين مناطقية نعم زعامات مناطقية محترمة ولكن مناطقية كل واحد عنده منطقته بفضل بضوء كتير تراكمات منعرفها كلنا بفضل هو أنه كان ينهي أو يضعف إلى حد بعيد هذه القيادة لا يستمر هو يقدر ينفذ مشروعه بالدولة وما حدا بقى يوقف يعمله يعني واجع تراس أو يعمل بموضوع السلاح بموضوع السورية بموضوع العلاقة مع السعودية بموضوع لمن وصلت الأمور بالشرق الأوسط وبسوريا إلى مراحل تقريبا واضحة وما عاد حزب الله ما عاد تعبان بمطرح معين وما بقى عم براهن على الشي بخاف أنه يخسروا بسوريا أو بغيرة شاف أنه ما في عنده مشكلة من عودة الحريرية إلى لبنان ضمن اللعبة اللبنانية وضمن أنا برأيي ضمن حدود ضمن الهامش يلي ما حدا بيدقله بالأشياء يلي هو خايف يلي هي دوره على دور سلاحه ودوره الأحليمي وغيره ولذلك فهم حزب الله أنه بيسوى نرجع هلا كلنا سوا نرجع نلعب اللعبة مع بعضنا كلبنانية كيف كمان عكست استنتاج يعني الرئيس الحريري لي كيفية القيام بدوره محليا أنه الوجود بالسلطة أفضل من الغياب نعم كلنا منعرف أنه بغياب الرئيس الحريري خارج لبنان وخارج السلطة بالفعل الوضع قواعد القواعد السنية في لبنان شهدت كتير من الخضاط وكان من المفيد أنه يرجع يروق الوضع السنية وينضبط أول شي في الحالات المتشددة مع أنه أنا سميت أمبارح أنه ما فيه بالجينات ما فيه بالجينات الموروسة للسنة في لبنان أي نوع من أنواع التشدد نعم ولكن ما بينفي أنه كان فيه حالات من الخربة تخصوصة بالانتخابات النيابية يمكن بتؤدي إلى كتير اضطرابات ممكن تهز حتى يعني هالستاتيكوية اللي قائمة علي لبنان كان بفضله أنه يرجع ينلعب من جديد توافق سنة شيعية ضمن الحد الأدنى ويمكن من شان هيك صار فيه الحكي الإيراني السعودي يلي حكي عنه واللي رح نرجع له بمرحلة لاحقة حيث الاستمتاج اليوم أنه هالكلام بينفي ما قيل عن لبنانة الاستحاء الرئاسي بعد الفاصل الدور المسيحي كيف سيزيل المسيحيون التهميش وحركة مجلس النواب عكس تيستوني عيسى لحظات ونعود